سلام بنات كنتمنى احوالكم تكون طيبة على خير وكذلك صحتكم تكون على خير وعواش لكم مبروكة اليوم جيتكم فيديو جديد الفيديو دي اليوم انحضر معاكم ريب منزلي اللي كيجي هائل في المضاق وكذلك سهل في التحضير وبمكونات اقتصادية بالنسبة للريب دي اليوم غنحضروه بدون طنجرة الضغط او ماء مغلي كنتمنى من قبل ما نبدأ اضغطوا على زر الاشتراك وكذلك اتبعوا الفيديو من الاول الى الاخر غندوزوا المكونات على بركتي الله في تحضير هذا الريب المنزلي كنحتاجوا في تحضير هذا الريب لتر حليب عندي كذلك واحد ياغورت بنكات الفاني ومن الاحسن يكون عادي ما يكون شكريمي عندي ساشي دي الفانيلا ثم عندي ثلاثة مع الكبار دي السكر ساندة وبالنسبة للسكر تبقى حسب الضوغ اول مرحلة كنبدأ بها وهو انني كنجيب واحد الاناء اللي كنخلط في العناصر الاولى كما كتشوفو هنا كنوضع نصف ليطر الاول دي الحاليب كما كتشوفو ثم كنضيف لي في هاد الاثناء كيس دي الفانيلا من بعد ما كنضيف ساشي دي الفاني كنضيف كذلك السكر ساندة اللي كيبقى حسب الضوغ وبالنسبة الكمية اللي اعطيتكم جات هي هديك بالنسبة للريب اللي حضرت كذلك كنضيف ياغورت دي الفاني كما كتشوفو ثم كنخلط العناصر جيدا بالضرب اليدوي حتى كتمتازج من بعد كنجيب واحد الاناء اللي كيكون كبير ثم كنصب فيه الخليط اللي يخلط دي الحليب وياغورت والفاني والسكر باش نصب نتحكم في الريب اكتر ثم كنخليه جانبا هنا غنضوز المرحلة الثانية بالنسبة للسفليتر دي الحليب الاخر اللي بقى ليه ووضعته في كاسرول ثم شعلت عليه النار كما كتشوفو هنا مباشرة ثم كنبقى مراقبة كما كتشوفو هنا بدك يغلي الحليب ولكن ما كنخليش حتى كيف يفيد فقط مجرد ما كيبدأ اغلب هات الشكل كما كتشوفو فهاد الاثناء كنطفي عليه النار ما كنخليش حتى كيطلع كامل ويفيد من بعد ما طفيت عليه النار كنجيب الحليب وهو باقي سخون هنا خليت الحليب بالضبط 4 دقائق ثم مباشرة كنجيبو وكنضيفو الخليط الاول دي الحليب البارد اللي وضعت فيه ياغورت والسكر وكادر كساشي دي الفاني وفي نفس الوقت انا كنضيفو تدريجيا وكنحرك بالضرب اليدوي جيدا كما كتشوفو الحليب اللي ضفت ما كيكونش بارد وما كيكونش سخون كما كنزولوه من فوق النار كما كنضرب العناصر جيدا حتى كتمازج مع بعضياتها كما كتشوفو هنا من بعد ما كنت الكل كتشكل لنا واحد الرغوة من فوق كنجيب واحد ملعقة ثم كنزولها هاد العملية ضروري منعملوها باش ينجح معانا الريب حيث لا خليتو ديك الكشكوشة او لماتلا ديك الرغوة ماينجحش معاكم الريب من بعد ما زولتها كنجيب واحد القرعة بالنسبة لي انا هنا الريب غنستعمله في قرعة دي البلاستيك كما كتشوفو هنا كنوضع واحد الكمية فيها باش نتبتها جيدا ثم كنجيب واحد دواز ثم كنفرغ الريب كامل اللي عندي كما كتشوفو بهالطريقة حتى كنفرغو كامل من بعد كنغلق على القرعة ديالي جيدا كما كتشوفو الكمية اللي تعطعتني ديال الريب هنايا كنجيب واحد المنديب ثم كنغطي عليه جيدا بهالطريقة كما كتشوفو ضروري من هاد المراحل اللي ابغيتو الريب ديالكم انجح معاكم ثم كنجيب كذلك واحد المناية او مانطة كما كنت عندكم مهم اننا هاد الريب خاسنا ضروري نغطيه عليهم زيان وندفيه كما كتشوفو الطريقة باش غطيتو كما كتشوفو بهال الشكل ثم كنغطي عليه في هاد الاتناء وكنخليه في واحد المكان اللي كيكون دافئ وبالنسبة القرعة ديال الريب ما كنوضعهش ميلة كنخليها بالشكل دياله وهي واقفة ضروري تبعو هاد المراحل باش ينجح معاكم ثم مباشرة كنخلي الريب هنايا ليلة كاملة بالنسبة لي انا استعملته مع وقت المغرب غنخليه يبات ليلة كاملة في حين ان استعملته مثلا في الصباح على الاقل واحد سبعة تسويع كما كتشوفو هنا من بعد ما بيت الريب ليلة كاملة في هاد الاتناء مباشرة معاكم غنحيد لي الملايا كما كتشوفو وكننزول لي كذلك ذاك المنديل اللي وضعت في الاول كما كتشوفو هنا بالنسبة للريب هنا واللي عندنا جاهز كذلك حتى الكمية دياله تقلسات مبقاش ذاك الكمية اللي كان في الاول ثم مباشرة غندخلو ثم تلاجحتك يبرد جيدا من بعد ما برد لي الريب كما كتشوفو هنا جيدا وخرجتم التلاجة كما كتشوفو الكمية دياله تقلست هنا كيبال لكم بان الكمية بلك تتقلس كذلك يبال لكم عاقد انه ناجح هنا غنفرغو معاكم في الكؤوس باتشوفو مباشرة را كيجي هاد الريب ناجح وكيجي هائل في الماضاق وكذلك سهل في التحضير كما كتشوفو هنا من بعد ما كمدنفرغو في الكؤوس يعني ما كيبغيش يتفرغ حتى نضغط على القرعة كما كتشوفو الشكل دياله را كيجي هائل بحال اللي كان ناخده في المحلابات وممكن نقول لكم احسن احسن في الماضاق وهائل كذلك يجي عاقد كما كتشوفو المكونات دياله راها بسيطة ومن الاحسن نحضروه في البيت ديالنا كنعرفو اشنو كنحضرو يعني كتكون مسائن قية وصحية كما كتشوفو هنا من بعد ما كنفرغو في الكأس الثاني قوام دياله حتى كنضغط على القرعة قعد كيتفرغ كنتمنى فعلا هاد الرا يتحضروه را كيستحق التجريبة فقط غير تبعو المراحل كاملة وينجح معاكم حتى الماضاق دياله را كيجي هائل وكيجي رائع كنتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم اترضع لي في تعليقات ديالكم وشكرا مع السلامة الى فيديو اخر ترجمة نانسي قنقر